الثامن من شروط الصلاة ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة المرأة لابد أن تستر جميع البدن إلا وجهها من الأخرى لا يجلب البدن إلا وجهها وأنتم مستوى أن تستمر جميع البدن إلا وجهها إن كانت مزيدة الأمر أن تستمر جميع البدن إلا وجهها أما الرجل يستر من السرّ إلى الركبة لكن الأبد من التفرير فهذا وسن تحطم الخطط لهذه الفترة مع استحباب حاكمة الاعتقائن والأحضر كامل في الصلاة والله أعلم الإطلاق الأبد من التفرير فهذا والمسكرا للمسكرا لكل من البيت وكما سنجح أن نحن نحن يكون بهذا التفرير والأنه يحصل اكتستعلم ولكن الأبد من التفرير فهذا وسن تحطم الخطط وحب من البيت دقيقة